لا تغير في واقع العراق السياسي الغارق دوما بالتجاذبات التي تبقيه دوما رهينا للخارج هذا غيض من فيض مما ورد في التقرير الدوري عن الحالة السياسية في العراق الذي يصدره القسم السياسي لهيئة علماء المسلمين في العراق والذي ارتكز على خمسة محاور رئيسة سيكون لها أبعاد سياسية وخطيرة بحسب التقرير الذي أطلق في ندوة خاصة في مقر الهيئة في العاصمة الأردنية عمان هي أولا ما سمي بالحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي وموقف الهيئة منها ثانيا ملف الجرائم الحكومية وجريمة سوق الوحيلات والخداع الرخيص الذي قامت به حكومة الكاظمي ثالثا موضوع الانتخابات وإعلان بعض القوى السياسية الانسحاب منها رابعا التجاذبات السياسية على أبواب الانتخابات وتأثيرها على المهجرين والنازحين قصرا على يد الميليشيات خامسا موضوع الانتخابات القادمة وآثارها على الأوضاع في العراق بدوره أكد مسؤول القسم السياسي في الهيئة الدكتور مثنى الضاري في تعليقه على محور الحوار بين حكومة الكاظمي وإدارة بايدن أنه لم يتجاوز أطره الشكلية في إطار مقتضيات التبعية لا أكثر اللقاء كان يتحدث عن تقديم مساعدات أمريكية صحية وتعليمية واسترداد قطع أثرية وما إلى ذلك وهذا يشير أن الحوار لم يتجاوز الأطر الشكلية بعيدا عن أي بعد استراتيجي فيه ثم كيف يكون الحديث استراتيجيا إذا لم تتوفر الندية الطرف المحتل الأمريكي والمحتل هنا تعبير عن من يقوم بالفعل يلتقي مع الطرف المحتل من وقع عليه الفعل أي البلد المحتل اللي هو العراق فأين الندية كما وأشار الدكتور الضاري إلى أن ما جرى من مطالبة الحكومة والقوى السياسية في بغداد بالانسحاب الأمريكي ليس إلا خطوة مدروسة لحصول إيران على مكاسب من أمريكا في المفاوضات النووية في وقت نفت لدارة الأمريكية عدم إمكانية الانسحاب الأمريكي من العراق أن الرئيس بايدين أوصى الرسالة واضحة وصريحة لهم بأنه أي تهديد تتعرض له هذه القوات سيقابل بالرد طيب كيف تكون هذه القوات التي ستبقى قوات تدريب فقط إذا كانت لديها القدرة على الرد قد يقال بأن الرد سيكون من خارج العراق من القواعد القريبة طيب هذا دليل آخر على أنه الانسحاب شكلي إذن حتى لو انسحبوا أبقى قوات تدريبية هو إذن جمع قوات قتالية على حدود العراق إذن هم يطالبون في الإعلام حتى يظهرون بمظهر المقاومة وأنهم من صنع المقاومة وأنهم هبطال المقاومة وأن هناك احتلال أمريكي في العراق ولم يحذرون أنسحات الأق ولكن في واقع الحال بالاتفاقيات التي تحت الطاولة يتشبثون بهم للبقاء وفي ظل ترويج قوى العملية السياسية في العراق للانتخابات والتجاذبات والانسحابات منها لفت تقرير القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين إلى أنه من غير المتوقع أن تسفر عن أي جديد بل ستعزز فرص هيمنة الطبقة السياسية الحاكمة وخصوصا الميليشيات لا يمكن تصور حل حقيقي في العراق من خلال الانتخابات وهذه الانتخابات لن تأتي بأي جديد إيجابي بل ستأتي بجديد سلبي على مختلف الصعود سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وهذا الجديد هو قيادة العراق مما هو فيه من حالة مأساوية إلى حالات مأساوية أكثر أمام هذا كله سيبقى العراق بحسب تقرير القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين رهينا للفقر والبطالة وسط أزمات سياسية واقتصادية تعصف به في وقت لا يمكن تصور أي حل حقيقي إلا بإنهاء العملية السياسية المبنية على المحاصصة الطائفية موسيقى موسيقى موسيقى